وسط تعقيدات عديدة في المشهد اليمني يواصل المبعوث الأمم مارتين غريفث تحركاته بين أبو ظبي والرياض ومسقط بحثا عن فرصة جديدة لجمع الأطراف اليمنية ببلد أوروبي قد يكون بريطانيا في نوفمبر المقبل في زيارته الأخيرة للرياض يكتفى الرئيس عبد الرب منصر هادي بتفويض نائبه الفريق عليم حسن صالح ورئيس الوزراء دكتور أحمد عبد بن دغر بلقاء غريفث وسط أنباء تتحدث عن امتعاض الرئيس من تصريحات ومواقف المبعوث الأمم المتعلقة بالحوتين والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات هيمنت القضايا نفسها التي أثارها نائب الرئيس مع المبعوث الأمم ويتكرر طرحها من جانب الحكومة وزاد عليها رئيس الوزراء أن قدم عرض للإجراءات التي اتخذتها حكومته لمواجهة الوضع الاقتصادي المتداهوري في البلاد لكن الجديدة في لقاء غريفث مع القيادة الشرعية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية هي الرؤى والمقترحات التي طرحها المبعوث الأممي والجهود المبذولة لتحقيق السلام وتحقيق إنجاز ملموس يسعى إليه غريفث على صعيد خطوات بناء الثقة وفي مسقط بحث المبعوث الأممي مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي لها وكان المبعوث الأممي قد زار قبل أيام أبو ضبي والتقى ممثلين عن المجلس الانتقال الجنوب المدعوم إماراتيا وسط محاولات مستميتة من هذا المجلس للعب دور الطرف الثالث المشاورة القادمة التي يحضر لها المبعوث الأممي حيث يجري فرض هذا المجلس عبر خلط الأوراق وفك الارتباط بالسلطة الشرعية والدعوة للسيطرة على المؤسسات الإيرادية في الجنوب وفي مواصل رئيس وأعضاء المجلس الانتقال إلى عدن في إطار التصعيد ضد الحكومة مرتبطا بإحياء قد يكون الدراماتيكيا لذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر اجتمع نائب الرئيس ورئيس الحكومة في الرياض بقيادات الأحزاب والقوى السياسية للبحث في هذه التطورات والتأكيد على أهمية عودة الحكومة وحماية شرعية الرئيس هذه يأتي ذلك وسطا قسامات واضحة بين هذه الأحزاب التي تبنى بعضها الأجندة الإماراتية وطالب بتشكيل حكومة توافقية في مقابل دعوات معظم الأحزاب إلى ضرورة إعادة صياغة الشركة الاستراتيجية مع التحالف تأسيسا على الدور المحوري للرئيس هادي وحكومته الحالية